هو موضوع طريف وغريب وفي نفس الوقت مهم ومفيد لأن الحقيقة شفنا كده لقطة غريبة وندرة في الدوري المصري وربما حتى في دوريات العالم اللقطة أنه أنهى لقاء تم الحقيقة ما بين فريق نادي السموحة والمصري وبعد انتهاء المباراة الحكم طلب منهم العودة مرة أخرى واحتساب ضربة جزاء وبالفعل تم لعب ضربة الجزاء لكنها خرجت بره لكن طبعا حصل جدل كبير جدا وينفع الحكم يرجع الفريقين تاني بعدما المباراة خلصت وراح يطمئن على آخر دقيقة وقع معينة من التأكب من حكم الفار اللي أكد له أنه دي ضربة جزاء فبعد انتهاء المباراة قعد الفريقين مرة أخرى للملعب يمكن في سابقة ندرة بعد الاطلاع على الفار اللي ما خدش فيه وقت وكمان تم احتساب ضربة الجزاء في الأول كان فيه حالة من الجدل هو ده قانوني وطبعا شايفين معاكم الصورة ولا مش قانوني هل السابقة دي فيه سوابق حصلت قبل كده ولا دي أول مرة تحصل وكيفية التصرف فيها ازاي لكن السابقة انه يمكن الحقيقة انه اتحاد الكرة قرر مكافئة الحكم أحمد العدوي اللي أدار اللقاء وبرضه في وقعة يعني بتكررش كتير فكرة مكافئة الحكام في وقعات معينة وخاصة الوقعة زي دي وتموا أيضا مكافئة حكم الفار طبعا موقف جريء من الحكم أحمد العدوي اللي بيشرفنا دلوقتي في مدعي لغاية ما شرفنا لكن الحقيقة خلينا نقول برضو انه زي ما اتكلمنا عن حكم أحمد العدوي يعني حتى رغم العودة الحقيقة للفارقين إلا أنه ضربة الجزاء لم تدخل الشباك لكن في النهاية بيحسب أيضا هذا الموقف الحكم أحمد العدوي أحد الحكام المحلين وبالمناسبة هو يمكن هيوصل سن 45 قريب ويتقاعد لكنه يمكن عمل لفتة طيبة كمان ينهي بيها مشواره التحكيمي لاستمر الحقيقة لسنوات طويلة هو أصلا بيعمل محامي كمان وعنده خبرة في الإجراءات الجنائية وغيره وخد الموضوع ده هواية فهو واضح أنه أصلا عنده قدر من زي ما بيقوله ربطة الجأش أو الإصرار أو الحسم أنه قدر يتخذ قرار زي ده ولسه الناس يمكن مش فهمه قوي لكنه من الناحية القانونية أقار اتحاد الكرة أنه صحيح وأعطاه كمان بكافأة